كذلك عززت إسرائيل في إطار استعداداتها لمواجهة هجوم إيران المحتمل عززت من إجراءاتها الدفاعية في البنية التحتية ووفقا لصحيفة بلومبرغ فإن السلطات المحلية بدأت بتجهيز صافرات إنذار التي تعمل بالبطاريات كما وفرت هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية لفرق الإنقاذ إضافة إلى خدمة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والتي تقدمها شركة ستارلينك الأمريكية وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تعمل على تنويع وتعزيز إمدادات الطاقة فضلا عن بناء دفاعات في مواقع المحطات التابعة له هذا وقامت أسلطات بتركيب مولدات ديزل احتياطية أو بطاريات ليثيوم لأكثر من نصف أبراج الهواتف الخلوية في شمال إسرائيل بما في ذلك في مدينة حيفا الساحلية ونقلت بلومبرغ عن مسؤول إسرائيلي مطلع قوله أنه في حال اندلاع حرب شاملة في الشمال ستقرر إسرائيل إغلاق منصات الغاز البحرية والمعرض لخطر هجمات من حزب الله بشكل منفرد مما يرجح أن لا يتم وقف الإنتاج بشكل كامل أضاف أن السلطات الإسرائيلية ترى أن الحذر الإضافي مبرر في ظل ارتفاع التوترات مع إيران ومع حلفائها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر